سيادة اللواء حفظي في البداية خلينا نحكي بكل صراحة ووضوح بأن هذا النصر هو ليس نصر لمصر فقط هو نصر للعروبة بأجمع نصر لكل من شارك نفسيا وجسديا بشريا وأيضا ماليا في هذه الحرب فهو نصر ونشوة للعروبة أجمع ولفلسطين بشكل خاص مثل ما تحدثت سيادة اللواء العامل السرية وعامل الخداع في هذه الحرب في شهر رمضان يوم سبت وكانوا الضباط في عمره ذاهبين لعمره أو تم الإيهام بأنهم ذاهبين لعمره إلى السعودية فكل هذه العوامل حتمت بأن يكون لحظة الإبلاغ عن شن هذه الحرب هو مفاجأة وحتى لكم أيضا كانت مفاجأة ما شعركم عندما تم استقبال خبر بدء الحرب بشكل فادي لا أهو أنا كنت عارف قبلها بيومين يعني لحظة علمك أنت قبل يومين كيف كان الشعر إنما هي اللحظة التي حضرتك بتقولها دي دي حركت الوطن العربي كله يعني كل الجانب العربي بمجرد مح وصلتهم الرسالة بس إن القوات المصرية بدأت وعبرت الكل جاي عاوز يحارك تحرم الكل جاي عاوز يحارك الكل حزم الحقائل آه خلاص شد الحقائل وجاهز وجاي عاوز يشارك يعني أقول إيه يا مجرد ما شرارة النجاح دي بانت الحقيقة أوجدت شعور تاني خالص ليه؟ زي ما حضرتك تبضل الهدف في النهاية يا إيه دايما نقول إيه الجزئية دي برضو لازم نضحف الأتبار هو الحر ما هي إلا إيه أداة من أدوات السياسة نعم بتلجأ إليها عندما لا تستطيع أن تعقق باقي الأهداف فكان الهدف إن كيف نحر الأرض والكرامة لأن من خلال تحرير الأرض ستستعيد أو استرداد الأرض ستستعيد الثقة في النفس والكرامة العروية للكل وأعتقد أن حرب أكتوبر لو جينا عملنا كده خلينا ومناء مع النفس تقييم لنفسنا كلنا كان شكلنا إيه قبل أكتوبر وشكلنا إيه بعد أكتوبر أعتقد غيرت إيه الكثير من الأمور والتقييم ونظرة العالم لنا ككل في المنطقة سيادة اللواء عند الحديث عن التخطيط والإراد التي اجتمع عليها العرب جميعا نتحدث أيضا عن العدو بنفس الوقت ردة فعل العدو تجاه هذه المعركة وتجاه هذه الحرب أيضا أريد أن أعرف أكثر عن معركة الدبابات التي حدثت والضحايا جيش العدو بهذه المعركة تحديدا كيف كانت ردة فعل العدو بشكل عام؟ لا هو مش العدو بس العدو تفاجئ وكل من يدعم العدو تفاجئ والولايات المتحدة الأمريكية نفسها تفاجئت معلش برضو في الجزئية دي يعني كان من ضمن التقييم لدى الجانب الأمريكي أن لما احنا ابتدين الحرب وبدأ بوادر النجاح لجنب ندبان فكان البعض من وجهة نظرهم هم عاوزين يعملوا إيقاف نيران عشان العملية ما تستمرش فكان رؤية هنري كيسنجر بيقول لهم إيه؟ لا سيبوا الحرب تبتدي إيه؟ يومين ثلاثة لأنهم خلال اليومين الثلاثة دول القوات الإسرائيلية حتدمر القوات المصرية وحنلاقي المصر والعرب جايين بيستجدون علشان إزاي نوقف الحرب ونحل ففوجي بقى أن بعد يومين ثلاثة أن حجم الخسائر اللي تكبدها الجانب الإسرائيلي في الأيام الأولى لدرجة أن نحن بتدينا السبت كان يوم الاثنين أطلقوا عليه هو النوط اللي حضرك بتقولها هذه يوم الاثنين الأسود نتيجة حجم الخسائر الكبيرة اللي تكبدوها في معارك الدبابات في القطاع الأوسط يمكن وصل فوق تلتميت ربميت دبابة ويمكن في وسائق أفلام وسائقية شارون اللي كان قاد القطاع ده وهو بيعترف يقول لك أنا لم أرى في حياتي هذا المنظر لم أتوقع أن أشاهد هذه الخسائر الكبيرة جداً اللي حصلت في الجانب الإسرائيلي فبقول خلال الثلاثة أيام الأولى الحقيقة من أول اقتحام خط برليف وتدميره خلال 18 ساعة الخط الدفاعي الحصين اللي بيعتبر أقوى الخطوط الدفاعية في الحروب الحديثة كلها كيف استطاع بقى المقاتل المصري بالقنبلة الزرية المصرية عارفة القنبلة الزرية طبعاً اللي هي المية طبعاً هذا هو الخدع الأقر أو مقراطيم المية أو مدافع المية بالأمانة أقول لكم كده على فكرة الخبرى الروس أو السوفيت قبل ما يمشوا شاكف شاكف كيه حابلوا بيكلمون قلبي صراحة قالوا أنتوا عايزين تحاربوا ولا بس بتتكلموا كده علشان اتراضوا الشعب يعني أو تهدوا الشعب فأنهم لا عايزين نحارب قالوا لكم مستحيل أنكم تقدروا تقتحبوا خط برليف ده إلا إذا نجحت ومصر نجحت أنها تجيب بشكل ما أو بآخر ثلاثة أربع قنابل زرية تاكتيكية تعمل لكم فتحات في خطر واخد بالحضرت فكان التقييم ويمكن تصريح الموشي ديال اللي كان وزير الدفاع الإسرائيلي قال كده لو اجتمع كل المهندسين العسكريين الأمريكان والسوفيت علشان يقطح مخط برليف لن يستطيع لن يستطيع واشواء قبل حضرتك وجاءت بفكرة مهندس مصري يعني في قد المسلحة باقي يوسف رحمة الله عليه يعني صحيح مهندس عسكري مصري كان بيعمل في السد العالي فكان أم إنشاء السد العالي فكرة تدفق المياه الفضيع السد العالي ربما كانت هي الفكرة هي عطيته البتائد فلما طرح الفكرة الحية بدت تتحط موضوع تنفيذ ولم يوصح عنها أبدا أن دي هتستخدم عسكريين أكيد بالعكس بقيتنا جبنا الترمبات المياه القوية دي خلينا برضو نديله التحية مهندس باقي زكي يوسف